انا عايز اخدك ونروح على ملمح كده انا لاحظته وحتى اتكلمنا فيه في الفاصل يمكن وانا بتكلم سواء ازا كنا واحنا في المدينة التراثية لما راحنا اسكان الاجتماعي الاسكان المتوسط فاحنا كنا حرصين جدا نتكلم مع اخواتنا العمال اللي انا لاحظته سيبك من هم جايين من الصعيد وبحر وكل حت ماشي الناس دي مش جاية لقمة عيش بس اه باش مهانس يعني لقمة العيش حلوة ومطلوبة وما اللي انا عيش منين يعني لازم نشتغل ونعرق حلو ما هو لقمة العيش دي بتبقى وانا بابني عمارة بابني محل بابني مخزن وبالله ترصيف هي لقمة عيش اشتغل الكهراء بس بك زي ما يطلع الناس اللي هنا روحهم فيها حاجة متغيرة ايجابيا الناس مبسوطة انها هنا والله العظيم فخورة كده فخورة بالله بتعمله هي عارفة قيمة اللي هي بتعمله كويس وفخورة بالله بتعمله وبتكتهد كمان ان يبقى في احسن صورة يعني احنا هنا انا مش عاوز اقول الروح المعنوية بس الروح المعنوية في الشعب المصري الجمهورية الجديدة وهنبني الناس عندها روح معنوية غير طبيعية الناس هنا فاكرة انها داخلة بتقاطل عشان تطلع حاجة اسمها الجمهورية الجديدة فكل واحد على قد من اول العامل لغاية المهندس وطعم الاستشاريين وجهاز المدينة كل الناس دي بتشتغل باسلوب مختلف تماما الناس دي اه لو متعيزة محرك بتقول بس الناس دي في الاول وفي الاخر فخورة بلايها بتعملو واعرفة قيمة اللي هي بتعملو لا دو الفاهمين اوي هم بيعملوا ايه وفخورين جدا يعني عارف الاحساس اللي جالي اللي هو ايه انه هيجي بعد سنين كده عشرة ولا خمستاشر للعشرين سنة ويحكي يبقى قاعد بيحكي مع عائلته مع اسرته مع الجيران ده انا من خمستاشر ولا عشرين سنة شاركت في كزا وكزا وكزا واشتغلت هنا وعملت كزا وبتاع وتعالوا مش عارف ايه ناخدك واروح افرقك ده لو ما كانش نائلهم على هنا يعني هو ده بقى الروح المعنوية للشعب المصري اللي هو تقدر بيها تاخد انجازات في وقت ديق جدا احنا مش عاوز اقول احنا شغالين 18 ساعة في اليوم اه 3 وردي نتكلم فوق المئة الف عامل دول العمال الموجودين هنا في مدينة العالمين الجديدة ده غير بقى حضرتك عشان المنتج نفسه اكتر من مئة الف عامل بيشتغلوا معنا هنا اه طبعا 18 احنا متكلم في 18 ساعة 3 شفت في اليوم اه ده غير ده العمال اللي حضرتك شايفهم هنا في العالمين لكن حركة عارف كويس قوي ان حركة التنمية دي قاطرة من بتجر وراها الاقصاد كله طبعا فاحنا دي دول العمال الزاهرين هنا في العالمين لكن انت لو حركة روحت بقى شفت مصانع الحديد ومصانع الاسمنت ومصانع الطوب وقد ايه بيوت ناس اتفتحت عشان عشان في الاخر نوصل للشكل حركة شايفوا ده يعني العمال الزاهرية مئة الف لكن حركة قد ايه بقى في المصانع السرابية ولماذا نبني المدن الجديدة؟ ما هي قاطرة اقتصادة؟ يعني المدن حركة العمران دايما قاطرة اقتصاد مش هو ده المنتج اللي حراك شايفه عشان حراك تشوف المنتج ده ده مش معناته ان ده اسكان بس لا انت جيت بعد 2011-2012 كان عندك شبه الوقود فانت عاوز تحرك فبتعمل تمنية عمرانية منها بتعيد توزيع الكسافة السكانية على مستوى الجمهورية تعظم الاستفادة بتجيب قيمة بيعية بتجيب عائد العائد ده بتدخه بعد كده للاسكان الاجتماعي والشريحة اللي محتاجها دعم سواء كان في حياة كريمة او خلافه عشان بعد كده يبقى عندك موارد الموارد دي في الاخر بتصب في صالح المواطن يعني احنا حراكة احنا دلوقتي في المنطقة مثلا الشاطئية اللي احنا معظم الناس بتيجي تتصور فيها اللي هي فيها الابراج والممشي السياحي طيب المنطقة دي هي قطرة الاقتصاد بتاعت المدينة كلها انا هنا على المدى القصير مطالب ان انا في مدينة العالمين ان انا اغطي تكاليفي واجيب عائد اغطي تكاليفي بمعنى ان انا اعمل وحدات مدعومة للمواطنين وسواء كان اسكان اجتماعي او اسكان سكن مصر او حتى المحور الجديد سكن كل المصريين يمكن هو مزعش عند حضرتك دلوقتي دول مية وخمسين عمارة جديد ده غير كمان يعيني ده غير النحن العمارة يبقى فيها كم وحدة العمارة بنتكلم في تلاتين وحدة في العمار مية وخمسين في تلاتين يعني ده غير بقى محور تاني جديد برضو الناس مش شايفاك خالص معانا يعني عندنا خمس تلاف فدان اراضي صنعية